اسعار معز اضحى العيد. بس قبل بداية هذا الفيديو ما تنساش ان تصلى عن نبي عليه افضل صلاة والسلام. وان تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان نصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. ولا تنسى ان تكتب لنا تعليق عشان نشرح لكم او اي حاجة عايزين في هذه القناة. وان ان شاء الله في اسعر وقت ممكن هنفز. وطبعا زي ما شايفين ده منظر الماز او الاغنام. وان شاء الله هنقول لكم اه الاسعار بتاعتهم وكل حاجة. طبعا اه زي ما انتم عارفين الجديان بتكون دلوقت احنا دلوقت عشان ندخلين في موسم الضحية فبتكون الجديان اغلى خالص. لان اصلا قبل حتى من غير الضحية بتكون الجديان اغلى من الماز او الانسة يعني. تمام? اه طبعا اسعارهم بيبدأ من حوالي اه انتكلم دلوقتي عن الانسة او الحاجة. يعني واحد زي كده بس فاضية. اه انسة يعني بس دي اصل عشر دلوقتي. يعني لو واحد زي كده عشر. اه طبعا اول حاجة بيكون من سنها وبكل حاجة. طبعا دي لسه برضو مش يعني دي كبيرة شوية يعني. اه طبعا دي بيكون حوالي اه من تبنمية جنيه الى الف ومية. تمام? دي متكون من حوالي الف ومية. او تبنمية جدا عن. من تبنمية لالف لالف جنيه. بالنسبة للجديان بيكون اغلى خالص. بيكون حوالي معاك من الف ونص يعني اللي هو الف وخمسمية. او من الف ومتين الى الف وخمسمية. اسعار الجديان. الزكارة او اسعار الماز الزكارة. دي بالنسبة لبداع. وبس كده حبيت اقول لكم اسعار الماز اعلى السريع. ما تنساش ان تصلى على النبع عليه في ضغط الصلاة والسلام. وان تشكرك في هذه القناة. وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس. عشان نصرك كل جديد وغريب في هذه القناة. ولا تنسى ان تكتب لنا تعليقات جميلة عشان تشجعنا في هذه القناة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.